هاي كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جايب القراءة شهرية لبرج السرطان رح حاول أحكي فيها عن الأحوال العامة والعاطفية إلى كل الشريك كذلك رح تحدث كذلك حتى عن العذاب وبدأقول أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قماري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي قبل ما أبدأ القراءة يا برج السرطان بطلب من كل الناس المستمعين اللي عم يتابعوني على القناة أنه يشتركوا بقناة على الإستجرام رح أتلاقوها بالدسكريبشن بوكس أو بصنبوق الوصف أوكي بالداية تانية برج السرطان عم شوفك كأنه عم تفكر بشيء حاسم جدا أو بشيء تغير في حياتك في شيء تغير بحياتك يا برج السرطان وكأنه متعبك ودائماً عن تبحث عن الاستقرار ولا تجده ممكن بدأت عمل أو بدأت علاقة ومنجح الأمر معك ودائماً أنت في البحث عن ذاتك وهو البحث عن فرج يا برج السرطان كأنه عم تبحث بالعلاقات وتبحث بالعمل بس ما بتلاقي نتيجة أبداً عم شوف أنه هذا الأمر يؤرقك يا برج السرطان عم شوف حتى أنه الحبيب أو طاقة الحبيب بتطلع بـ يعني ممكن هذا الإنسان يشتغل بأي شيء يتعلق بالتجارة ممكن هذا الإنسان كذلك يشتغل بالقانون يشتغل بالكتابة ممكن كذلك حتى أنه يكون على علاقة ثلاثية أو هذا الإنسان عنده أشياء تشغله عنك يا برج السرطان ممكن هو مثلاً عنده العمل هو الطرف الثالث وأنت هو الطرف الثاني والطرف الأول هو الشريك ممكن فيه انشغال بالعمل وانشغال بأشياء أخرى ما بتخليه أصلاً هذا الإنسان يلاقي واتلع إلك ممكن عنده كتير مهام ومسئوليات ممكن حتى أنه عمشوفوا هذا الإنسان عنده قلب كبير عطوف جداً ممكن حقيقة يكون عنده أطفال عمشوفوا لهذا الشخص حساس جداً وعنده جانب حسي جميل ممكن حتى أنه يخفيه عن الناس عمشوف على أنه عندكم مشاكل بيناتكم أو في مناوشات بيناتكم ما عمشوف الأجواء الجيدة بس ما عمشوف فيه خصامات ومشاكل كبيرة عمشوف أنه الشريك ممكن ما بتحكم مع بعض أو ممكن فيه زعل عمشوف بلوك ممكن أنت عمله بلوك أو هو كذلك عمشوف أنه الكلام أو استمرارية الكلام ما فيه ما فيه كلام بيناتكم أما بالنسبة لإلك كبرج السرطان فعمشوف الأمور أنه أنت شوية متكبر وعندك نفس كتير قوية وعندك كبر كتير قوي عمشوفك كأنه رافض أبدا أنه أنه تطلب السماح إذا كان هذا الأمر يريده هو عم تحس أنه العلاقة ما فيه أخذ عطا تحس أنه العلاقة ما فيه ما فيه توازن أبدا كأنه أنت عم تشعر أنه تعطي كتير بالعلاقة أو الآخر لا يعطي شيئا لهيك عمشوفك يا برج السرطان متكبر شوي على هذا الأنسان وما راح تعطيه وقت أو ما راح تعطيه اهتمام كبير أما بالنسبة يعني بالوقت الحالي فأنا عم شوف أنه هذا الإنسان أمامه اختيارين ممكن علاقتين ممكن كتير أمور ممكن حتى أنه أمامه عنده كتير أشياء عم تخليه مثلا مشوش الفكر عم تخليه ما أنه مركز على أمر واحد ممكن شغل ممكن علاقة ثانية في كتير أمور ممكن حتى العائلة بتشغله وما بتخليه مركز على قرار واحد أما بالنسبة إليك فعم نشوف أنه الأمر أمر الشغل وموضوع الشغل أنت محتاج أنه تشتغل محتاج أنه تكون مستقل بعمل أنه ما تكون مادة إيدا بدك أنه تشتغل بدك أنه تكون مستقل بذاتك عندك مالك الخاص عندك طموحك الخاص أنه مش العلاقات كل شيء بالنسبة إليك برج السرطان كذلك عم شوفك تعبين اتجاه الأموال أو اتجاه العمل بس عم شوفك عم تلتجئ بالوقت الحالي للبيت والأسرة والكنف العائلة يا برج السرطان أنا عم شوفه حتى على أنه أنت تريد عدالة حتى إذا هذا الإنسان ينوي الرجوع إليك أو يريد إصلاح أمور بينك وبينه فأنت تريد العدالة تريد الإصلاح بس يكون بشكل عادل بدك أنه هذا الإنسان يتغير يبتعد عنك ما بدك أنه يعني ما بدك تساون بالعلاقة أبدا يعمل هذا الإنسان مجهود بالعلاقة يبتعد عنك ويتركك يا برج السرطان شوفه لهذا الإنسان ممكن كلامه صليت كلامه قاسي جدا ممكن حتى هو يريد أن يقول لك كلاما قاسي يا برج السرطان كأنه أنت متكبر عليه وما بتعطيه وقت أبدا وهذا الإنسان شوي شايل بقلبه تجاهك عمشوف حتى أنه أنه الأوضاع برج السرطان جيدة أبدا وعمشوف على أنه ممكن للبعض منكم اكتشفوا خيانة او اكتشفوا طرف ثالث ما عم يحبوا أصلا وأنه يساوموا بالعلاقة أو يعطوا فرصة لهذا الإنسان لأنه لأنه اكتشفوا شيء مش جيد لأنه كمان هون بيقول لك المعرفة كأنه أنت اكتشفت شيء أو عرفت شيء وهي الأشياء اللي اكتشفت يا برج السرطان كأنه خلاتك تشوف الحياة أو تشوف الحقيقة على الشكل اللي هو صحيح أو تشوف الوجه الصحيح ما صار عندك هيك الفرشات والحياة جميلة وتشوف الأشياء بشكل ملون صارت تشوف الحقيقة سواء سيئة سواء جميلة بالنسبة لك كمان ممكن عم شوف على أنه في كتير كأنه يقست يقست يا برج السرطان من هذه العلاقة وكأنه أنت بتشعر أنه هذه العلاقة مهما قدمت لها إلى وما رح تعطيك نتيجة كأنه مللت من هذه العلاقة أو مللت عامة من كثرة العلاقات أو العلاقات البائسة أو السيئة يا برج السرطان ممكن أنا عم شوف في وعد بالزواج لا عالم لماذا يطلع لي طلع هذا الكارت لبرج الجوزع أو كذلك حتى أنت عم شوفك ممكن يكون في يعني لأنه طبيعي برج السرطان يتزوج بهذا السنة وخاصة للناس اللي عندهم تقريبا 28 سنة لا أكثر وارد جدا أنه ممكن يتزوجوا وارد ما بقول أكيد لأنه زحل عاد إلى بيته والمشتري كذلك بالبيت السابع فطريبا أنه في كثير من برج السرطان رح نسمع عنهم متزوجين لهيك عم تطالي طاقة الزواج يا برج السرطان بس أنا عم شوف الأحوال العاطفية مع هذا الإنسان مش جيدة ممكن في مشاكل في كلاكية في أشياء مثلا في كبره والآخر بده كلام جارح وفي هذه الأمور يعني في مناوشات وفي مشاكل خفية برج السرطان عم شوف حتى أنه خطوته القادمة بالرغم من كل هذه الأمور رح تستمروا بالعلاقة بالرغم من كل هذه الأمور رح تحاولوا أنه تجددوا العلاقة وضلوا مكابرين أنه تكونوا مع بعض يعني مش 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 تاركين أنه العلاقة تنتهي ولا حابين أصلا تنتهي أوكي ممكن بالمستقبل العلاقة يعني حتى بالمستقبل أنا عم شوف على أنه أنتوا رح تحتفظوا ببعض حتى لو كانوا في مشاكل كبيرة حتى لو كانوا ما بعرف شو بس أنتوا بتحبوا بعض بتعشقوا بعض ومستمروا لما بعض حتى بالرغم من كل هذه الخلافات عم شوف أنا بالطاقات عم شوف برج الميزان عم شوف كذلك برج الأسد برج السرطان ممكن حتى برج هوائية نارية ترابية أما فما عم يتلعلي بكثرة بهذا القراءة عم شوف بس برج السرطان فبالنسبة لبرج العزاب برج السرطان فأنا عم شوفهم كأنه بالوقت الحالي عم يتذكروا الماضي وممكن في عوضة شخص من الماضي لأنه عم الويل افوتشن مع السكس اوف كابس في أحد من الماضي ممكن يرجع لإلك وممكن يطلب السماح منك وممكن يصلح العلاقة لأنه عم شوف في عوضة لإله بس ممكن هذا الإنسان خانك بالصابق عمل لك أشياء عملنا جيدة أبدا وعندك مشاكل معه صراحة ممكن حتى أنه العلاقة ممكن حتى العلاقة يكون فيها نوع منها التجريح لما يرجع هذا الإنسان ممكن تحكيله اللي بقلبك ممكن تحكيله الأشياء التي آذتك بهذا الإنسان بس عم شوف في عوضة شخص يا تفتح له طريق يا ما تفتح له المهم أنه أنا عم شوف في عوضة إنسان من الماضي لحياتك يا برج السرطان ممكن هذه العوضة يا برج السرطان خاصة على الزب برج السرطان ممكن يكون فيها نوع منها طلب السماح وطلب إيدك ممكن يريد أن يتزوجك هذا الإنسان وممكن يريد كذلك أنه يصلح أمور عالق بينك وبينه حيث بالنسبة للوضع العاطفي أما بالنسبة للوضع العام فأنا عم شوف في تغييرات كبيرة تترق بحيات برج السرطان ممكن للبعض منكم يكون في حمل أو ممكن يكون ولادة شخص بالعائلة طفل بالعائلة عم شوف أن الأوضاع العامة التي تتعلق بالعاطفة يعني كأنه أنت بتحاول أن تحسن الأمور بينك وبين هذا الإنسان عم شوف كذلك في ركود بالوضع المالي عم شوفك عم تبحث عن المال تريد تحسين المال بس ممكن الأمور مش جيدة بالنسبة لك عم شوف كذلك أنه بهذا الوقت تهتم أكثر للجمالك الخارجي ووضعك الخارجي ممكن تحب أنه تتزين تتجمع أنه تشتري ملابس جديدة عم شوف على أنه عندك ممكن أرق بالنوم عندك أحلام مزعجية برج السرطان ممكن عندك حتى أشياء ما عم تخليك تنام دائما عم تفكر فيها بالليل عم شوفك أنه في قيود عم تقيدك ممكن بدك أنه تخطي خطوة للأمان بس عندك قيود ممكن حتى تكون فكرية ممكن ما تكون أصلا بالواقع أو ممكن ممكن يكون أصلا أشياء عم تتخيلها أو عم تشوف أنه هي عوائق بس بالأخير هو عقلك اللي عم يعمل هذه العوائق ممكن حتى أنه يكون في أشياء أو في تصويحات بالبيت ممكن تشتري بيت أوك ممكن تغير بيت كذلك مسكن بس عم شوفك أكتر الناس المطلقين ممكن أنه تأخذ نفقين من الأب على الأطفال عم شوف أنه الأمور بتحاول توازنها بس عم شوف أنه في تغيير أنت حاليا في سطر التغيير كأنه أنت ممكن تغير بيت ناس فيكم ممكن تتزوج تغير بيتها من عائلتها أو بيت عائلتها للبيت الزوجية ممكن في تغيير يحصل بحية برج السرطان ممكن هذا التغيير ما تحسوا حلو بالأول أو ما تحسوا أنه سهل بالنسبة لعائلك بس هذا التغيير رح يشلوب لك نوع منه السعادة من بعدين بس بالوقت الحالي ما نهيين أبدا بالنسبة لعلك برج السرطان عم شوف هذا التغيير ممكن عم يجيب لك ستراس عم يجيب لك مشاكل فكرية عم يخليك أنت عم تفكر بشكل من السلبية برج السرطان برج السرطان لما بيدخل مثلا بأشياء من التغييرات عم يحصلوا نوعا من التفكير السلبي بخاف من التغيير برج السرطان بس ما تخاف أبدا الأشياء رح تقوم على حال إن شاء الله عم شوفك أنه أنت يعني أمامك بابين أو أمامك اختيارين وبتحاول أنه تختار بينهم بس مش عارف أبدا ممكن تتلقى رسائل تتعلق بحبيب سابق أو الحبيب الحالي ممكن يبعث لك مسجات حب وجمال وكل البعض منكم يكون في زواج فكرة السفر وارد ممكن هذا الإنسان بعيد عنك وممكن حتى أنه يريد الزواج منك أوكي ويريد ممكن هذا الإنسان بعيد عنك وممكن هو ببلد آخر ويريد أن تلتحق به بهذا البلد ممكن هو يكون ببلد بعيد عنك عمشوفه الوضع المالي مش جيد بالنسبة للسرطان عمشوفه الأوضاع عمتا بتتعلق بالوضع العاطفي أكثر أو الوضع المالي عمشوفه تغييرات تحصل بحياته بالوقت الحالي ما عمشوفه شيء إيجابي أبدا بس ممكن تكون أشياء إيجابية بعدين ممكن أن تتغيروا بيت تغيروا أي عم يتلعلي كذا مرة أنه راح تغير البيت راح تغير المسكن راح تغير حتى ممكن راح تكون متزوج كتير من برج السرطاني راح يتزوجوا بهذه السنة وخاصة من شهر سبعة لآخر السنة عمشوفه كتير زواجات لبرج السرطان بس ممكن بالوقت الحالي أنت متخوف من هذه التغيرات وعم تجيب أراقية برج السرطان ما تخاف أبدا حاول أنه تكون إنسان قيادي حاول أنه تكون إنسان شجاع جدا بس هات التغيرات كلها لصالحك برج السرطان مش شيء سلبي أبدا بس أنا بنصح برج السرطان أنه يهتم كثير للعينين كد عليك ممكن يحاول أنه ما يدخل بموضوع الكعابة وموضوع حاول أنه يهتم شوي هيك بصحته بتفكيره بالنفسيته كتير ممكن للبعض عم يحسوا أنه في صباح نفسه في صباح نصفه ممكن حتى أنه يعانوا من من عدم نوم من قلة نوم ممكن حتى أنه عم يفكروا بأشياء سلبية عمشوف حتى أنه العينين عندهم مشاكل فيها بس عامة الصحة جيدة الحمد لله بهذا الشهر ما عمشوف في مشاكل تتعلق بالصحة ممكن عمشوف فيه تواصلات وفي تتعلق على الانترنت عمشوف فيك لقاءات مع أشخاص مختلفين الجنسية معك مختلفين الثقافة عمشوفك كانت تتواصل مع ناس بعيدين عنك مش بنفس البلد مش بنفس الثقافة مش بنفس الأشياء اللي أنت فيها يا برج السرطان حتى ممكن أنت عم تلتقي مع ناس على الانترنت عم تحكي معهم في هذه الثقافة برج السرطان عمشوف ممكن حتى أنه عندك شكوك عندك أشياء فكرية وحواجز فكرية أكثر منها واقعية بس اهتم بصحتك اهتم بنفسك حاول على نفسيتك ووازن حياتك ووازن كل ما يتعلق بالمال والعمل والعاطفي لأنه عمشوفها ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا